موسيقى أهلا بكم يحدث تغير المناخ مناخ الأرض بشكل دوري ويكون ناجما عن التغيرات التي تحدث للغلاف الجوي أو بسبب التفاعلات بين الغلاف الجوي وعوامل جيولوجية وكيميائية وبيولوجية وجغرافية وعوامل أخرى داخل الأرض لعل من ضمنها الإجراءات الاحترازية التي حجرت مليارات البشر لمواجهة انتشار فيروس كوفيد-19 ويشمل تغير الطقس المعتاد في منطقة ما أو قد تكون تغير في كمية المطر التي تسقط على هذا المكان أو تغير في درجة الحرارة أو كل تلك الأمور مجتمعة ولهذا الأمر أهميته وخطورته أيضا كما سنتابع في حلقة اليوم وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج الدكتورة حنان البفلاسة رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم في جامعة البحرين أهلا بكم من جرير مشاهدينا ورحب بضيفتي الكريمة الدكتورة حنان البفلاسة رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة البحرين يا رسالة فيجي دكتورة أهلا بيك كلا عمدوا بخير وانتا طيب السلام يا شك الدكتورة نسمع لسنوات طويلة عن تغيرات الحاصلة في المناخ أهميتها أسبابها تأثيرها وما إلى ذلك ويمكن هذا الحديث بدأ بعد فترة من الثورة الصناعية التي شهدت العالم فيها تغيرات مناخية كبيرة لماذا الحديث عن تغيرات المناخ وتأثيرها حديث دائم إلى أي مدى يؤثر بشكل مباشر على الإنسان وعلى الحياة كوكب الأرض في شكل عام عندما تكلم عن الإنسان يوجد تأثير مباشر وفي تأثير غير مباشر بالنسبة لتأثير غير مباشر لماذا بدأت فيه لأن الناس لا تنتبه لهم لأنهم لا يرون مباشر على نفسهم فهو التأثير غير مباشر عندما أتكلم مثلا عندما كان عندي البنية التحتية للبلد تبنى بناء على المناخ المعروف للبلد عندما تغير المناخ يجب أن أغير البنية التحتية على أساس أن يكون التأثير أقل على الإنسان يبدأ بشكل عام لأننا نفرضها في البحرين نقول أننا لا لدينا أمطار وهذا أعتقد شيء نعاني منه في الشتاء ولكن نقول أننا لا لدينا أمطار فلو تغير المناخ في البحرين وصار لدينا أمطار أكثر لأن البنية التحتية للبلد يجب أن تغير البحرين نحن نشعر بها سنويا يومين يطيق مطر بالضبط تحتاج إلى بنية تحتية معينة فنحن يجب أن نعرف بالضبط المناخ المناخ الموجودين فيه وين نذهب وبعد من نسبة البحرين كداولة جزرية مثلا من الجزر فهي الإشكالية الموجودة عندنا أنه إرتفاع منسوب المياه بشكل عام في كل الجزر وبعض الجزر أصلاً اختفت من على وجه الأرض بسبب اللي هو في العالم نعم وليس في البحرين الحمد لله فهذا هو بالنسبة للتأثير الغير مباشر على الإنسان بالنسبة للتأثير المباشر الإنسان عنده قوة أنه يتأقلم مع أي نوع من المناخ وإذا أنا عندي أحد عايش في القطب في النهاية أنا إنسان نفسه ممكن أن أتعايش معه أو في رجعة حرارة عالية ممكن أن أتعايش لكن الإشكالية أن نلاحظ مثلاً بسبب بعض الجفاف في بعض المناطق في العالم بدأت تقوم الأتربة والأغبار وبدأ الأغبار قبل أن نتكلم هنا منطقات الأغبار الآن تسمع حتى أوروبا يشتكون من إنتيلهم من كميات كبيرة من الأغبار من تقلة من صحاري موجودة وتروح لهم هذه لها تأثيرات سلبية على صحة الإنسان بشكل خاص فهنا يجب أن ندرس ما هو الإمباكت ليس فقط أن نرتفع درجة الحرارة وليوم الضائق أو أن نخفض درجة الحرارة هي أكثر من ذلك هل يتعدى؟ ممكن أن يصل إلى تهديد مفهوم من الأمن الغذائي الأمن المائي طبعاً وهذا تكلمنا عن تأثيرها للأرض نحن ما نقول هل عندنا كمية كفاية من الماء تكفل جميع؟ نعم طبعاً لكن هو توزيع الماء في العالم ما يحدث يعني في دول يصبح الماء الماء المتوفر وكان موجود بشكل كبير سيصبح نقص في هذه الماء في دول الثانية إذا ارتفعت الدرجات الحرارة وصار في تغير مناخ تغير مناخ نعم لماذا أنا أركز على تغير المناخ لأنها في أوسع من النوحية النوحية اللي إحنا ممكن نشوفها أو إنه بصور عندك شنو إن بعض الدول يصور عندها فياضانات وصور عندها مياه كثيرة هي معارفة تصارى فيها ونحن نشوف حتى في منطقتنا المنطقة التي تعتبر من مناطق اللي أكثر شحن المياه في العالم يعني لو نشوفها على خارطة يحطونها بنقطة حمراء منطقة الخيج العربي أو منطقة كامشة فهي لأنه عندنا شح كبير للماء مع ذلك نعرف أن عنده مدن موجودة في المنطقة تعاني من مشاكل اللي هو سيول المياه الموجودة لكن ما نقدر نتصرف معها فهذي شلون إحنا نبتد نفكر في المستقبل إنه نقلل هذه التأثير اللي يصير على الأرض بالإضافة إلى طالما أنا ذكرت اللي هو الأمن الغذائي الأمن الغذائي معناتها نتكلم عن سواء الزراعة أو التنوع الغذائي منذ الحيوانات والأمور مثل هذه هاي تحتاج إلى ظروف معينة وإلى بيئة معينة فإذا تغيرت معتها أنا فقط جزء من الحياة الفطرية اللي موجودة عندي وبدأ يتغير وضعها وتتحول إلى شيء ثاني نحن في دول العربية في المنطقة يعني الخليج والدول العربية هل من ضمن المعرضين لمثل هذه المخاطر سواء بشكل مباشر يعني تضربنا هذه التغييرات المناخية بشكل مباشر أو التغييرات اللي سيصير العالم ونحن دول مستوردة غالباً نستورد غذاء نستورد هل رح يأثر علينا أيضاً؟ نحن نتكلم عن تغيير المناخ هو ماشي على الأرض كامل فرح يأثر على الكل أما نسبة التأثير وشون رح تكون التأثير هذه طبعاً لها خصوصيتها وهذا يفتحينا مجال يعني نحن نتكلم به بشكل كبير لكن اللي ينقصنا أنه يكون عندنا الدراسة الكاملة شلون رح يتغير المناخ وشلون الإجراءات اللي لازم نسويها يعني نحن نقول اوكي نحن كلنا ندرس تغيير المناخ وكلنا عارفين لكن صعب أنه أنا أعمم تغيير المناخ بطريقتها على كل دولة فكل دولة وكل منطقة لها وضعيتها يعني لما أتناقش أنا في البحرين هنا عن ارتفاع منسوب المياه مثلاً كأحد المشاكل بسبب اللي هو اللي هو اللي هو الدوبان الجريدي نعم بسبب زيادة ارتفاع منسوب المياه نعم اللي هو الدفيئة حول ترجمها بس هذه نحن مهم بالنسبة لنا لما تكلمت عن السعودية المملكة العربية السعودية هي مساحة كبيرة طبعاً نحن عندها سواحل بس مو نفس لما يكون تأثيرها على البحرين نحن كجزر معرضين أكثر نحن البحرين تقريباً عندي السواحل نتكلم عن صفر ارتفاع يعني فما في ما في ارتفاع حتى الدول اللي لها عمق مثل المملكة العربية السعودية أو غيرها عمق بري وستراتيجي لكن لها موانئها الموجودة على سواحل وعندما نتكلم عن البنية التحتية نتكلم عن الطاقة هذه هي من الأشياء المهمة ونتكلم عن التحليل وهذا شيء واحد مهم نحن عايشين على الماء المحلة من البحر فإذا ما تحدث من دول العالم وفي المنطقة تحديداً نحن المنطقة والخليجية ما تأتي 80% من التحليل في العالم فهذه هي الإشكالية فعندما نتكلم ما يحدث التغيرات يجب أن نرى كثير تؤثر على أجن البنية التحتية سواء كانت طاقة سواء كانت ماء سواء كانت طرق مباني أمور كثيرة كل حياة الناس كل حياة الناس وهذا هو ما لا نرى بشكل مباشر لأن إذا مثلا أقول نزل اليوم عندي سنو ونحن لدينا سنو قابل نحن نحن لو الحرارة مرتفعة في وقت غير وقتها أو باردة في وقت المفترض هذه نحن فيها لكن التغيرات التي تفضلين فيها هذه لا نحن فيها بشكل مباشر المختصين والخبراء هما يمكن الذين درسونها يجب أن ندرسها وفي شيء ثاني عندما يكون عندك مثلا نحن قابل كنا نلاحظ فترات الصيف تصبح أعلى مثلا لو كنا نأخر أن ننشغل المكيفات مثلا إلى بداية شهر مايو الآن ننشغل المكيفات بداية شهر أبريل مثلا هذا يضع ضغط على محطات الكهرباء لأنها معينة جدولة معينة كم جنريتر يضعون كم محطة تكون شقالة بنية تحتية مرة ثانية نعم بنية تحتية فأنا أصوى الضغط على المصدر الطاقة مالي الذي يوجد في منطقة الخليج وهي نتشغل ما يؤثر ما يسبب كل هذه التغيرات المناخية نسمع أن هناك كتل جليدية بحجم قارات أو بحجم دول كبيرة الضوب وتأثيرها على العالم وارتفاع منسوب المياه مثلا نسمع عن خرم الأوزون الذي نسمع عنه ونحن نرجع لها وما يدور حاليا نخرج من الأوزون وكأنه التحم أو على الأقل تعافى أو شيء من هذا القبيل ما يسبب كل هذا؟ هل فعلا الإنسان والثورة الصناعية والتعامل سمي بالجشأ أحيانا سمي بغير العقلاني مع البيئة المنفع الاقتصادية والنمو والدول تتسار على والصناعة والكل يريد أن يصل لها ومخلفات كل ذلك من تلوث ما الذي يسبب؟ هذه نقطة دعني أنت تتكلم ما في بالي الـ SDGs والعالم كلها عرفتها ولماذا يظهر الـ SDGs وماذا نظهر الـ SDGs وماذا نقوم بعمل هو نوعا ما مثل ما نقول العربة التي عندما تمسكها ستوقف فهو أشبه بذلك نحن نحن ممكن نتطور بس دعنا نضع البيئة بعد ضمن هذه التطور ودائما نضع لها اعتبار عندما ذكرت قضية تغيير المناخي وأيضا ثقب الأوزون هناك نقطتين هنا يجب أن نضحها للناس لأننا نرى بعض التعليقات التي ترى أن ثقب الأوزون تعافة أو هذه الأمور أو طبقة الأوزون تعافت لذلك سنأخذ بالتعريف العلمي ما يصبح يقولون الحرارة ستقل هذه ليس علاقة بالحرارة اثنين هم مختلفين الأوزون كثقب الأوزون أشكاليتها مع الأشعة الفوق النفسجية والأشعة الفوق النفسجية عندنا عندما تكون طبقة هذه تعاني أو سبب لها بعض الخلل تسمح بكمية أكبر من الأشعة الفوق النفسجية أنها تصل إلى الأرض وطبعا هذه الأشعة ضارة وهي تصل من الشمس إلى الأرض ويتم حجبها قدر الإمكان بالغلاف الجوي على أساس أنها تصل بكمية ضارة إلى الأرض الضرر لا يسبب بعض المشاكل والأمراض كما نعرف بعض الأمراض وهي علاقة الجلدية مثل السراطان الجلد بعض الأمراض في العين في أمور كثيرة حتى في النباتات تأثر فهي نرى أن هناك كثير من الدول بالذات الموجودين في القطب القريبين من الشمال إلى القطب الشمالي هم أكثر عرضة لأنها لم يكن أقرب إلى الطبقة التي هي متأثرة بشكل كبير من الأوزون كيف تؤثر طبقة الأوزون؟ يعتبر من أهم المواد التي تؤثر على طبقة الأوزون بشكل كبير وهو CFC وهو الكاربو فلورو موجود بشكل كبير كان في الثلاجات في المكيفات في الأمور هذه فظهرت القوانين أنها تحد من انتشارها وبالفعل تم منع أي جهاز يحتوي على مثل هذه المواد الكيميائية بالإضافة أن لحظة في بعض السبريز أو بعض هذه المتيريال فالتقليل يساعد بشكل عام لكن لدينا شيء ثاني هناك طيران وأمور ثانية والإندوسترية نحن نتكلم إن شاء الله من التأثيرات لا نتكلم الإيجابية ولكن الملموسة بشكل إيجابي لجائحة كورونا في العام لكن إذا كان مناخ يؤثر في العالم بكل هذا التأثير دكتورة وهناك أيضا بعض التقارير تتحدث أن المناخ إذا ما قد يؤثر من التأثيرات بالإضافة طبعا إلى الأمور الاقتصادية وغيرها يساهم أيضا في ظهور وانتشار أو بأو أمراض يعني التغييرات المناخية قد تساهم في هذا الأمور إذا كان بهذا الحجم لماذا المناخ على سلم أولويات العالم في دول كبرى حتى ليس موقع على الاتفاقيات البيئية من ضمن الولايات المتحدة على سبيل المثال غير موقع على الاتفاقيات البيئية العالمية حسنا دعنا نقول أن الاتفاقيات كانت كثيرة فيما يخص له محاوات الحد من تقليل انبعاثات المواد اللي هي الغازات الدفئة اللي نسمى من جرينهاوس الغازات منها مثلا نذكر على سبيل المثال البروتوكول كيوتو اللي صار شنو بعض الدول بدأت يصر عندها نوع من تقول أنا أنا بتأثر لأنني عندي صناعة وأنا دولة صناعية وأنتج بشكل كبير فبالتالي أنا أصدر كمية كبيرة من المواد هذه اللي هو جرينهاوس مقارنة بدول أخرى هي صناعة مالتها أقل فبالتالي إنتاجها لهذه الغازات أقل فما يشوفون أنهم رح يدفعون أكثر بالإضافة إن بعض الدول بدت أيما تدخل في الصناعة ولكن الصناعة ماتة خلنا نقول حديثة فبالتالي مستخدمين فيها كل الطرق الممكنة لتقليل هذه الإبعاثات يعني الصناعات الحديثة أكثر كفاءة صداقة للبيئة من الصناعات من الدول الصناعية القديمة القديمة مصانحها قديمة تكنولوجاتها قديمة بذلك يعني خلنا نقول ممكن نضعها في هذه الطبيعة أو في هذه الإطار بالإضافة لنوعية الصناعة فلما تقول لي أنا بحاط بقولك أنا التكلفة اللي بكلفها على أساس أن أنا أصوي موديفكيشن حق الصناعة اللي موجودة عندي أكثر من أن أنا أصوي مصنع جديد فكان في كثير من المبادرات الموجودة على مستوى العالم يعني حتى كانوا يشجعون المصانع أنه يقول لك أنت ابني في دولة ثانية وبنعطيك مثلا شهادة تثبت أن أنت تحاول تحمي أو تدافع عن البيئة يقول لي أنت كل مصنع نقول لك كيف كثير المصنع الكربون الكربون وتبني أو تزرع الكثير من أعدل من الأشجار على أساس أنها تغطي يستوي نوع من التوازن وهذه ما زال موجودة يعني دائما يشوفون ما هي الأشياء التي تسويها كمصانع بحيث أن تقلل فتشوف كثير من المصانع سواء عندنا هنا في البحرين أو على مستوى العالم قاعدة أنها أيضا تعطي من ناحيتنا تحمي البيئة سواء بوجد حدائق حوالي المصنع أو باستزراعات أو مرور وعندنا أمثلة في البحرين أكثر من اللي أثر على المناخ وعلى البيئة بشكل عام هو الإنسان الإنسان هو اللي يعني تسبب في أهم التغييرات البيئية على الأقل الحاصلة حاليا بشكل سلبي وما إلى ذلك عشان شذي لما يد جائحة كورونا ومليارات من البشر ضمن الإجراءات الاحترازية في العالم كله أنها لمواجهة انتشار هذا الفيروس قاعدة في البيت يعني مليارات الناس قاعدين في البيت أو إلى حد كبير هما قاعدين في البيت المصانع كثيرة أغلقت أو توقفت عن العمل أو قللت عملها الطيران في العالم توقف بشكل كبير جدا كل هذه ساهم إيجابا كما يقال في تحسين البيئة وطلعت لنا كثير من الخرارات الحرارية بأن مستوى التلوث في بلد ما مثلا في الصين في الشرق الأوسط أو في الدول الأوروبية أن التلوث قل بشكل كبير هل المناخ الآن في العالم تحسن في هذه الثلاثة شهور أو الأربعة شهور أو خمسة شهور أو كيف قد هذا التحسن؟ نحن لا نستطيع أن نقول أن الموضوع تغيير المناخ توقف أو صار فيه عاملات إبطاءة لأن التغييرات التي تحدث طبعا نحن نأخذ الأفراج من الأرض بشكل عام تحتاج أكثر من ذلك تحتاج مننا مجهود لكن الحلو في الموضوع أننا دائما عندما ندخل نقاشات سواء اجتماعية أو علمية أو أمور مثل هذه الناس ترى أننا استحالة أننا نستطيع حتى أننا نستطيع أن نستطيع أن نزيد الأساس في هذه العملية وليست الصناعة لأن لا تذهب بروحها وليس فقط الجهة الصناعية وليس الفرد لأنه فيه أحيانا نقول كفرد أنا ما عندي أي قدرة على أن أنا أقل من انبعاث هذه المواد فلا أستطيع أفعل شيء سننتحدث مع المصانع مع الدول أو مع سياسات الدول لكن كفرد لا أستطيع أفرد لكن بشكل جماعي بشكل جماعي نعم أنا و أنت دكتورة في العالم فهو مثلا من الأشياء التي لا تنتبه لها أحد أسباب مشاكل الإنبعاثات هو مواصلات والمواصلات تأثيرها المحلي طائرات القطارات السيارات تأثيرها المحلي أضخم من تأثيرها العالمي لأن المواصلات تأثر بشكل عام على المستوى المحلي فهذا عندما ترى أن بعض المدن يبدأ أن يبدأ أن الهواء يبدأ أفضل لأن كل هذه الإنبعاثات التي تحدث 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 نوعية الهواء نوعية الهواء نوعية الهواء نوعية الهواء نوعية الهواء يجب أن نفكر في طبيعة المواصلات نغير من استخدام المواصلات الفردية وهذه دول ترابلات من قبل هناك دول يجب أن تذهب في السيارة يقول لك لأن تصرف ككاربون لكن عندما تكون ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة نحتاج أن نغير هذه الثقافة فلما تكون هذه الثقافة معناتها بكرة تطوير شبكة مواصلات عامة تطوير شبكة بطرق وإنما أننا نستخدمها نفس الظاهرة نفس الظاهرة في البحرين الناس تقوم بسيكلي لا أحد لأني أحد أنا لا أحد في السيكرة هناك بعض الدولة يقول لك أنا بدأت أخذ سيارتي و أفعل الوائي البيئي يقول لك أنا أستخدمها فقط عندما أذهب مع عائلتي إذا أذهب أذهب أستخدم السيكرة فهذا يغير ونتمنى أنه يعطي لنا قدرة أن نفهم أننا نستطيع نغير كل شيء ونوقف تسارع الدولة أجواها تساعد بعض الدولة في شهر ثمانية أنا أستخدم أنا أستخدم أنا أستخدم أنا أستخدم السيارة في سبعة وثمانية وبقية الأشهر بشكل عام صحيح هذه التغيرات التي صاحبت نمط سلوك الناس في العالم كأفراد وكجماعات عكسها بشكل كبير على البيئة وكاننا نقول الأرض تنفس السعداء أخذت بريك أخذت بريك من البشر ومن الذين يمارسونها بشكل عام التنمية والصناعة والتسابق الاقتصادي هل التأثيرات هذه إلى متى تستمر دكتورة؟ التأثيرات المناخية الإيجابية الآن لأن العالم سيتجه للانفتاح شئنا أم أبين العالم في طريقة للانفتاح ودول بدأت تفتح صحيح ولكن وطيرة هذا الانفتاح ستأخذ شكل تصاعدي بيوم تنتهج جاعة كورونا يبدأ العالم الخوف أن دول تب تعوض اللفاتها فالمصانع تنتج بشكل مضاعف حركة الصناعة تنتشر يمكن حتى سياحة يمكن أن ناس تبتطلع يعني الناس تشوف اليوم نهاية قاعدة في بيوتها وفي دول نشوف الحيوانات هي بلد ترتاد الحدائق والشواطم ومع ذلك لما تعود الحياة إلى طبيعتها بوتيرة متسارعة هل ممكن يأثر سلبا على كل اللي صار من النظافة لهذا البيئة يعني التعافي للبيئة هو أكيد لأن نحن دمرنا في سنوات مما قلب ينتهي في أشهر نحتاج أكثر من ذلك ف لذلك نحن نأمل ونأمل أن يكون في خطة مدروسة ننظر لها ونفكر شلون أن نستفيد منذ التجربة أن نصلح اللطاف وكانها جرس بالضبط يعني أعطيك مثال وكان هناك دراسة لكن لم تكن وإن شاء الله نتمنى أن يسمعونها أحد يأخذها ويسويها كدراسة لكن ذكر كان إحدى الطالبات الموجودة عندنا في جامعة البحرين كان في برنامج الماجستر في البيئة والتنمية المستدامة ويمكن أن تسمعني الآن تتعرف فكانت أحب أن تقديم دراسة ترى تأثير تغيير نمط الدراسة في البحرين لذلك كان كلام من سنتين تغيير نمط الدراسة في البحرين بحيث أنه خمسة أيام يكون ثات أيام أو يومين على تأثير الهواء لأن أنت عندك كمية ماهولة وأعتقد كلنا الآن رغم أن نعود لحياتنا الطبيعية لكن المستمتعين فينا لأن الشوارع فاضية بذلك الصبح والدوامات والدوامات نتحدث عن 30% فهذه تخفيف على المواصلات على السيارات كمية الإنبعاثات كبير كبير فإحنا لما نرجع ماراثانيا لا نرجع نفس الشيء نحن لا نقول نحن نرجع أونلاين كتابة لكن دعنا نفكر فيها دعنا نعطي مساحة للنقاش والتفكير ما بعد كورونا المفترض لا يكون مثل ما قبل كورونا سواء الدراسة الناس تتكلم أيضا في العمل كثير من القطاعات أثبتتنا فيه هناك إمكانية حقيقية للعمل من المنزل دون أن تؤثر سلبا على الناتج وفي بعض القطاعات الناتج تحسن بالضبط بدون أن يكون زحمة الناس كلهم في ساعات معينة إنبعاثات الضغط النفس الذي يصيد الصيق لا نتكلم عن البحرين هذه الدراسة العالم تتكلمين هل تتوقع أن يكون هناك تغيير؟ أنا أعتقد الشعوب التي تدرس هذه الموضة بشكل صح ستصل لها لأن إذا لم تتعلمنا منذ الفترة معاته لن يكون فعلا هذه ثلاثة أو أربعة شهر إن شاء الله لا تزيد عن ذلك تكون ضائعة من الكالندر لكن إذا تعلمنا منها معاته سيكون أعظم درس للبشرية على أساس أنها تغير من طبيعة الحياة قضية العمل من البترة مطابقة في بعض الدول ويمكن نحن نرى عندما يكون عندك الموظفين يعملون من البيت يمكننا نتناقش في هذا الموضوع أن يتقل قضية الموظف الذي يقعد في الشغل مجرد ملء فراغ لأنه يجب يطق يبصم أو يكمل ثمان ساعات فهو يكون فعليا لديك الأشخاص التي تحتاجهم في مكان عمل والأشخاص الآخرين هم يقومون هذا يقلل حتى الضغط على المكان على الموارد موارد صحيح طبعا فأنت تصرف على هذه الموظف التي موجود داخل مكان العمل فلما أنت تقلق لا أحتاج أن أبني أو أكبر مساحات أو أقوم بشكل مثل هذه وكهراء أو قصة فتنقلها من مسئولية إلى نوعاً نوعاً فكل واحد يتحمل المسئولية في حل ذاته وكل معيار نوعاً 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 النتاج نوعاً 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 أكبر الغيارة الحقيقة الثابتة يعني أن تغيير الثقافة وارد يعني لن تكون في يوم وضحاهة يمكن أننا في فترة أزمة كورونا العالم مجبر لكن ما بعد كورونا يمكن العقليات ترجع لطبيعتها لأننا تجيب مكادمة تروسة والناس تتعامل مع أن كل شيء ممكن يصير أونلاين لكن التغيير على المدى يعني نتكلم خلال سنتين إلى ثلاثة إلى خمسة على مستوى العالم في توجه أن دراسة هذا الموضوع والاستفادة منه أجابياته والآن كل شيء أونلاين ممكن يضاعف ما بعد هذه الأزمة بيّن أنه هو اللي ما قادر يحول نتاجة أو اقتصادة أو عمل حتى المستثمرين حتى أصحاب العمال أونلاين خسر في ذلك خسر صحيح توقف عمله في الفترة الآن نرجع إلى ما بعد فترة كورونا وتأثيرات المناخية هل من الممكن أن نشوف الدول تتجه باتجاه أن يكون المناخ والحفاظ على البيئة ونحن نتكلم عن هذه أيضا محاربة الأمراض إعطاء القطاعات الصناعية والاقتصادية والطبية والصحية أولوية هل هذا ممكن يكون توجه ولا مثل ما قلت قد تضيع هذه الفترة سواء كان ثلاثة شهور أو ستة شهور إن شاء الله ما تزيد هو يعني أنا مشكلة أننا نتكلم فيه على عدة قطاعات مختلفة فلما نتكلم معي مثلا عن القطاع البحثي اللي أنا أعلم منه فهذا القطاع العلمي والقطاع البحثي لا يوجد توجه وبدأ وبدأ يعني الجامعات بدأت تفكر في ذي الاتجاه ومركز عليها ويمكن يدعمها مثل ما قلنا وهو وجود المبادرات التنمية المستدامة فهي هذه الأشياء هي اللي تخلينا نوعا ما نحط خلنا نقول الـ lines اللي نمشي عليها بحيث نتأكد أن نحنا نطبق هذه النقاط بشكل صحيح خلنا بس أوضحها بشكل أفضل لأنها فيها كثير من النقاط والمصطلحات لأن أحاول أن أقولها باللغة العربية الصحيحة فهي الشغلة يعني عندك مثلا لو إحنا ما رح يكون عندنا علماء خلنا أحطها بذي الكلمة أحطها بشكل صحيح علماء سواء علماء في الفيروسات أو المايكروبيولوجيا أو علماء في المناخ أو علماء في الطاقة أو علماء ما رح نصر شيء ما رح يعني ما رح نقدر نتطور ونستطيع أن نتطور أن نتطور العالم ما يقوم بشكل صحيح هذا العالم ينتظر مجموعة من الدول المتطورة في هذا المجال ما هي الأخبار الألمانية حصلتها السواء حصلتها الصين أمريكا حتى عندما أقول أن أحاول أن أفعل بعض الحلول للقضاء على مشكلة تغيير المناخ أنا قادر أن أتظر أن أرى الريبورت من الدول الفلانية أو المكان فلان ما ينفع حتى بما فيها دولنا اليوم أن تضع العلم والعلماء وهذه المنظومات الصحية والمختبراتية وما لذلك هي أولويات في المستقبل ويجب أن نكون كتلة واحدة يعني مثلا لن نتحدث عن أشياء المشاكل التي نعانيها في المنطقة فيما يخص المناخ الغبار الغبار هذا يشيل من مكان ودي مكان من أشياء بكتيريا أو أي شيء يكون شائلة الغبار من مكان معين إلى مكان سواء كان متال أو متال المواد التي تعتبر ضارة على الإنسان فلما ينقلها من مكان إلى مكان ما الأفضل أن نكون لدينا مجموعة تقوم بدراسة هذا الموضوع وتتأكد مين مصدرها وأين خرجت وأين انتهت فهذا لا يحتاج أن يكون شخص واحد أو عالم على جنب وهو مهتم بذلك الموضوع لا، يجب أن يكون هناك اتفاق كامل مجموعة من العلماء يركزون نحتاج حتى دعم توجه لو نضع نسبة بسيطة جدا أن نقول في دعم مالي للبحث لكن يجب أن يكون هناك مجموعة من العلماء لهدف الوصول إلى حل معين ومع الأسف في العالم العربي ما يصرف على البحوث هو الميزانيات قبل فترة قرأت أن إسبانيا ستصرف على البحث العلمي أكثر من الدول العربية ومجتمعية وهذا دليل الفجوة يجب أن يتغير كل ذلك ويجب أن يكون منظومة التعليم لكي نصل إلى العلماء أصلاح التعليم الحقيقي منظومة التعليم مخرجات التعليم هذا يجب أن نظر لها بشكل مختلف على أطار العلماء والبيئيين اليوم أهم على عكس الاقتصاديين يطالبون التريث في إعادة الانفتاح الاقتصاديين والدول يجب أن تنفتح الاقتصاد يجب أن يستمر ولا يجب أن تستمر وعكس البيئيين يقول لك لا تستاعلهم نحن نستنسينا هذا هو السبب نحن نستنسينا من هذه التعافي البيئيين لكن هذا غير صحيح وهذا ما يجب أن نضع في الاعتبار البيئيين لا يجب أن نعلم من البيئيين لكن لا يجب أن نكون عاطفيين نحن دائما عندما نقوم أو ندرس أي شيء و تأثير البيئي يجب أن ننظر إلى ماهو ماهو لا يجب أن يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد أو الإيقانومي أو الأمور لأنها هي المنظومة واحدة بالضبط هي المنظومة واحدة فهو يجب أن تكون كاملة ومتكاملة فلا يجب أن أؤثر على الاقتصاد لأن الناس لا يجب أن تتعيش في مكان أنا لدي حياتي معي يجب أن لا أؤثر علي فأحاول أن نقلها قليلا وظن الدائرة التي يرتاح لها بدون ما أثر عليه وفي نفس الوقت العلمة هي ترى مسئلة تغيير تغيير عادات وشيء معين نحن كأننا نقول حق العالم أنت لا يمكن أو حق الإنسان أنت لا يمكن تأخذ قرار إلا إذا قال لك شيء كبير مثل هذا نحن لا يمكن أن نفتح مرة أخرى وترجع لحلاتك الطبيعية لأننا لا تغيير أنت تحمي البيئة وهي غير صحيح وهي غير صحيح لأنني أعتقد الطريقة التي نوصل فيها لوعي الناس والأشخاص عن البيئة مثلا أعطيك مثلا شيء جميل الآن لا أعلم إذا أتناقش فيها دعونا نتحدث عن المخلفات وهذا على فكرة تصب في تغيير المناخ الناس لا تتوقع أن المخلفات هي أحد مصادر الإنبعاثات الغازات الدفئة وين تذهب؟ تذهب إلى منطقة الدفن أو رجم النفايات وينتج عنها غاز الميثان يعتبر من أحد الغازات الضارة أنت كمستهلك لو أفهم ذلك أحاسب أنا أرمي من المخلفات فالتالي يكون لدي مخلفات الصفر أغير نمط السهلاكي أغير نمط السهلاكي ولكن عندما يكون المستحلك معزول تماماً الذي سيحدث بعد أن يرمي شيء فهذا هي إشكالية مثل ما ذكرت التعليم يأتي بشيء أكيد يذكر ولكن أيضاً القواني واللوائح المنظومة كاملة مثل ما تفضلتي الدكتورة العالم سيعود على جلة الحياة الصناعية والاقتصادية والتنقلات والإنسان بطبعة اجتماعية ولا يحب العزلة وبالتالي سيعود إلى الحياة وحتى ما بعد جائحة كورونا وانتهاء بإذن الله تعالى لكن نتمنى أن نشوف نمط السلوك التغيير التوجهات العالمية الاستراتيجيات التي توضع لاستمرار الصناعة وتطورها لكن دون المساس بالحفاظ على نتمنى أن نشوف هذه كلها إن شاء الله على المدى القريب والبعيدة أنا شكل لك شكر دكتورة استمتعت بهذا الحديث معك شكراً جزيلاً شكراً شكراً كما شكركم على حسن المتابعة مشاهدين الكرام على أمل اللقاء أترككم في حفظ الله شكراً